تتجاوز موسكو في حديثها عن سوريا كل السيناريوهات السابقة التي تبدأ بالتقسيم وتنتهي عنده فالروس رمو حجر الفيدرالية في بركة الحل السوري الراكدة ليغطوا على سيناريوهات أسوأ لمحى إليها الأمريكيون ولم يصرحوا لكن هناك في الشمال والشرق من يعتبرون أن أي من الحلين سيتم على حساب مطامعه ومصالحه في سوريا وهنا الحديث عن طهران وأنقرة لمناقشة هذا الموضوع معنا من أسطنبول الكاتب والباحث الكياسي بكير تجان معنا من سان بوترسبورغ رئيس المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو أذكركم أن بأمكانكم أيضا مشاهدين أن تشاركوا معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي بداية سبدا معك أستاذ بكير مساء الخير الكثير في هذه الأيام يتحدث عن سيناريو التقسيم البعض يذهب إلى حد القول أنه سايكس بيكو جديدة أخذ في التشكل البعض يتحدث عن فيدراليات البعض يتحدث عن حكم ذاتي سلطلة مركزية كل هذه المسميات التي تندرج في خانة التقسيم لسوريا أولا برأيك من هي الجهات التي من مصلحتها اليوم أن ترى سوريا مقسمة يعني على سبيل المثال روسيا من صالحها وأيضا دولة إسرائيل أيضا من صالحها التقسيم وأيضا الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة أيضا من صالحها التقسيم لأنها سوف تكون لقمة سهلة جدا بأيدي هذه الدول التي لها أطماع في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا أستاذ مسلم مساء الخير بداية ما رأيك هل هذه الأطراف التي ذكرها هل أستاذ بكير هي المستفيدة والتي تريد أن ترى سوريا وقد تقسمت بالفعل مساء الخير إليك ولا مشاهدينك ولا ضيفك الكريم من إسطنبول نعم أوافق على أن لها مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل بتقسيم سوريا ولكن أضيف إليها أيضا تركيا لها مصلحة بذلك لأن مشروعها في الشرق الأوسط كانت تطمح للسيطرة على كل العالم العربي عبر سوريا وعندما فشلت بذلك هي ترغب وتطمح بتقسيم سوريا من أجل أن تحصل على قسم يوصلها بالخليج العربي من أجل لعب سياسة الهيمنة هناك وتركيا هي جزء من هذه الدول التي لها مصلحة بتقسيم سوريا سيد بكير ما رأيك في هذا السيناريو تركيا أيضا مستفيدة كما يقول الأستاذ مسلم من تقسيم سوريا ولها مصلحة مباشرة في ذلك لو أرادت أو لو فعلا تركيا لها مصلحة في التقسيم لكانت ساعة منذ البداية للتقسيم وكانت دورها في التقسيم أسهل من توحيد سوريا الآن يعني تركيا لو كانت منذ البداية تنادي بتقسيم في سوريا لكانت تحقيق هذا المعرب بالنسبة لتركيا أسهل بكثير بالطلب بوحدة الشعب السوري ووحدة تراب سوريا والدليل على ذلك لها علاقات سورية تجموها علاقات منذ مئات السنين والمكونات الشعب السوري إذا في حال تريد تركيا تقسيمها كانت تربط علاقات خاصة مع بعض المكونات إن كانت الأكراد، التركمان، النصيريين العلويين وأيضا حتى الدروز الموجودين على الحدود الإيرانية وإلى جانب السنة والشيعة وحتى المسيحية لكن تركيا كانت جانبا إلى حماية وحدة سوريا وحدة الشعب السوري بجميع مكوناته ووحدة التراب السوري وما زالت تسعى إلى هذا الطلب لأن هذا التقسيم الذي حصل أو التي تنادي فيها روسيا خاصة هي تقسيم ديكتاتوري إلى دولات بسيطة كما حصلت سابقا في يوغسلافيا الآن تجزأت وأصبحت لقمة سائغة في أيدي الدول التي تحاول السيطرة عليها أكثر من سبع دولات صغيرة والمنظومة التي تطلبها الروسيا الآن هي التي تحققت في يوغسلافيا وأيضا التي تحققت على أيدي الروس في روسيا الاتحادية أوكرانيا التي قسمتها أيضا وضمت إليها قسم كبير وأيضا جورجيا كما هو معروف التي الآن أكثر من ست دولات تطالب باستقلال تماما عن جورجيا وهذه مما تسعى إليه الروسيا ولكن هذا الطلب تركيا سوف تكون تقسيم تركيا في المستقبل وهذه تضر بالمصلحة العامة في تركيا وحتى بما تنادي به بتركيا الواحدة أو حتى لذلك تركيا لم تكن ولم تكن في المستقبل لها مصلحة في تقسيم لا سوريا ولا العراق ولا الشرق الأوسط ولو كانت هذه لكانت تتوحد مع الدول التي تطالب بالتقسيم على رأسها الروسيا والولايات المتحدة والدول الغربية التي سعت إلى اتفاق سايز بيكو في التقسيم والتي كانت تركيا منذ البداية ضد هذا التقسيم والآن سايز بيكو الثانية التي تنادي بها تنسيق روسي أمريكي أيضا تركيا تعرض بشدة على هذا التقسيم كما هو معروف التصريحات التي تأتي من قبل المسؤول الأتراك ليست الآن منذ بداية السورة وإلى الآن كلها تنادي ضد التقسيم وضد ما تحاول الدول روسيا هي المستفيد حقيقة وهي التي تسعى إلى إيجاد هذه الكيانات كي تصبح لقمة سائغة لقمة سهلة بالنسبة لها دعني أسألك عن الأسباب وراء إطلاق هذه التصريحات من قبل مسؤولين روس السيد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الذي يتحدث بشكل واضح عن أنه إذا الأطراف اتفقت على مسألة الفيدرالية فلا ضرر من ذلك يعني لماذا يطلق المسؤولون الروس وفي هذا الوقت بالتحديد مثل هذه التصريحات عزيزي المسؤول الروسي لم يطلق هكذا التصريح إنما كان هناك اجتزاء لتصريحه أخذوا منه هذه الجملة فقط هو قال بالحرف الواحد على المكونات الشعب السوري السياسية المعارضة منها والسلطة أن تتفاوض فيما بينها باتجاه إنتاج حل سياسي حتى ولو وصلت إلى الفيدرالية والتي نحن لا نحبزها فهذا خيارهم أنا لا أعلم إذا قال كلمة لا نحبزها دعني أقرأ عليك تصريحاته دعني أكمل سيدي سأعود إلى أكمس حتى نوضح الصورة يعني بحسب الصورة واضح يا سيدي لا لا هو لم يقل لم نحبزها عفوا عفوا هو لم يقل لن نحبزها ممثل الرئيس بوتين في الشرق الأوسط بكدانوف صرح بعد ذلك مباشرة أننا نحن ضد تقسيم سوريا وضد كل من ينادي بذلك وذكر أن قرار المجلس الأمن 2254 يقول صراحة على وحدة سوريا وديمقراطيتها وعلمانيتها وهذا دليل على أن روسيا هي التي تسعى الوحيدة من أجل ضمان وحدة سوريا لأننا نعرف نحن في روسيا ماذا يعني تقسيم سوريا وانطلاقا من ذلك أريد أن أرد وأجيب على الاتهامات التي قام بها ضيفك الكريم من اسطنبول روسيا لم تتدخل في جورجيا إنما جورجيا هي التي هاجمت أوسيتيا روسيا لم تتدخل في أوكرانيا إنما هناك انقلاب كان دموي في أوكرانيا كان سيؤدي إلى مجازر دموية في القرم وهناك استفتاء في القرم شرعي ضمن مواثيق الأمم المتحدة وكان القرم في حالة سياسية من الحكم الذاتي وهو يحق له أن يختار القرار السياسي الذي يراه سوريا ونعود إليها مرة أخرى تركيا لا تنسجم ولا مع مكون من المكونات السورية هي عدو للأكراد وتقصفهم هي عدو للعلويين وأخذت اسكندرون هي عدو للمسيحيين حيث مولت داعش والنصرة من أجل القضاء على المسيحيين هي تطمح تماما تركيا من أجل وصل تركيا بالخليج العربي للهيمن عليه وتمرير أنابيب النفط والغاز من هناك من أجل استعماله في حياتها السياسية والاقتصادية ضد أوروبا روسيا هي الوحيدة التي دخلت وبعد روسيا وتدخلها المباشر والمساعدة بدأت العملية السياسية ووقف إطلاق النار وبدأت قرارات مجلس الأمن تسري بالاتجاه الصحيح لوحدة سوريا وللدفاع تحديدا عن الخليج العربي من هذه الطمعات العثمانية إن روسيا قالت نعم طيب بس فقط للتوضيح ما قاله السيد رياب كوف نائب وزير الخارجية الروسي قال في تصريح نقلة وكالة ريانو فوستي الروسية يقول لا يمكنني تقييم حظوظ إنشاء جمهورية فدرالية في سوريا لأن المسار الذي ينبغي أن يؤدي إلى تحديد مستقبل سوريا لم يبدأ بعد أضاف السيد رياب كوف ليقول لكن إذا توصل المشاركون بعد المفاوضات والمشاورات حول مستقبل سوريا إلى استنتاج مفاده أن هذا النموذج يناسبهم وسيحافظ على وحدة سوريا وعلمانيتها واستقلالها وسيادتها فمن سيتمكن من الاعتراض على ذلك أستاذ بكير يعني كلام السيد رياب كوف يعني يشير إلى مسألة الفدرالية ولكنه في الوقت نفسه يقول أنه إذا هذا السيناريو حافظ على وحدة ومستقبل سوريا وعلمانيتها واستقلالها يعني لن يعترض أحد هو يتحدث عن سيناريو مستقبلي بنموذج فدرالي بشكل من الأشكال إذا كانت هذه رغبة المكونات السورية الأولى السوريين لا يريدون التقسيم والدليل على ذلك ولكن أريد أن كمان أجيب للسيد ضيفك من سان بيتسبورك الذي يدعي بالعثماني الآن الجمهورية التركية انتهت العثمانية والآن نحن في عدل جمهورية ودليل أكبر دليل على ذلك نحن الأتراك أخوة مع جميع مكونات الشعب السوري إن كانوا أكراد أو عرب أو تركمان أو سنة أو علوية وتوجد نسب عالية في داخل تركيا من هذه المكونات ونحن ضد ضد نظام ديكتاتوري للأسد ولسنا ضد العلويين ليجب أن يعرف السيد ضيفك هذا نحن لسنا ضد الأكراد ولكن ضد النظام البيدي الذي يتماشى مع نظام الأسد في قتل وتشريد الشعب السوري نحن ضد ضد الدكتاتورية المتمثلة في نظام الأسد في سوريا ولسنا ضد المسيحية أو العلوية أو السنة أو التركمان أو الأكراد هذه معروفة والتصريحات وأكثر من ثلاثة مليون لاجئ في تركيا من جميع المكونات من أتراك من دروز من عرب من سنة من علوية وتركمان ومن جميع المكونات وهم يعرفون بأن العلاقات الأخوية تربطنا مع بعضنا البعض هذه موضوعك هذه الاتهامات الذي يلجأ إليها ضيفك بعض الأحيان هذه الاتهامات لا توجد فيها يعني صدق وأيضا دائما يعني يتماشى مع تطلعات الدكتاتورية الروسية والغزو الروسي التي يعمل من أجلها منذ فترة طويلة هو يعرف جيدا لماذا يخدم ولماذا يتماشى مع هذه الفكرة التقسيم هذه الفكرة نحن إلى جانب طبيعي إذا كانت فكرة على سبيل المثال إذا كانت فدرالية زي ألمانيا ولكن ليست فدرالية زي روسيا التي اسلوبها اسلوب دكتاتوري وتحكم فئة على بقية الفئات وأيضا الظلم والاضطهاد الموجود في روسيا لجميع مكونات الشعب من التطار للقرم للجورجيين وأيضا جمهوريات البلطيق لماذا طالبت وتطالب بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هربا من الدكتاتورية الروسية مولدوفيا الآن وروق جورجيا وحتى أوكرانيا كل هذه الدول تطالب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أن الاتحاد الأوروبي منتهي تماما خوفا من الدكتاتورية والتي تحكم روسيا منذ سنين وما زالت هذه الدكتاتورية لا يقبله أحد حتى الشعب الروسي ضد هذه الدكتاتورية لذلك سوريا إصبحت نفس الدكتاتورية يعني نظام الأسد امتداد لنظام الأسد هذه التقسيم وهذه الفدرالية التي يطالب بها ضيفك أيضا وهذه التصريحات التي جاءت نحن نعارض على هذا الشكل إذا كانت سوف تكون فدرالية نريد أن تكون فدرالية على شكل ألمانيا الاتحادية فدرالية بالمعنى الدموقراطي بالمعنى الحرية والكرامة التي ينادي بها الشعب السوري أنا لا أعلم إذا كان التوقيت هو التوقيت المناسب للحديث عن فدرالية الآن أستاذ مكيري البلاد في أتون حرب طاحنة عندما نتحدث عن فدرالية وشكل هذا النموذج من الأنظمة السياسية نتحدث أولا عن دولة تكون في وضع طبيعي ووضع صحي يمكنها الحديث عن فدرالية أو غير فدرالية ولكن دعني أعود إلى الأستاذ مسلم لأسأله البعض يقول أن روسيا طرحت هذه الفكرة رمت هذه الفكرة لسببين السبب الأول أن روسيا كما يقول البعض تدرك جيدا أن حليفها في دمشق غير قادر على استعادة كامل الأراضي السورية هذا واحد المسألة الأخرى أن روسيا رأت ربما أن تدخلها وتورطها في سوريا قد يأخذ فترة طويلة وقد تطول إقامتها هناك وبالتالي هي رمت هذه الورقة ورقة سيناريو التقسيم ما رأيك في هذه النظرية؟ كل النظريات ممكن أن نضعها على طولة البحث إذا كانت في المجال النظري فقط ولكن في الواقع الأمور تختلف تماما نحن نعرف أن وقف إطلاق النار اتخذ نتيجة للمشروع السياسي الذي أعلنته روسيا عندما بدأت بعملية المساعدة للكوات الشرعية في سوريا وأعلن عن ذلك في برنامج أطلقه السيد بكدنوف في طهران في شهر أيلول الماضي حيث قال أن هناك برنامج سياسي من أربع نقاط يصل إلى دستور جديد في سوريا ويصل إلى انتخابات جديدة يقرر الشعب السوري مصير كل مكوناته من مؤسسات حتى إلى رئيس جمهورية إذن روسيا توقفت عن إطلاق النار ودعت إليه عبر إعلان من الرئيس بوتين في مرحلة كانت تنجز انتصارات عسكرية وكانت لو استكملت أغلقت كل الحدود مع تركيا إنما نتيجة لهذا المشروع حيث تقول أن لا حل في سوريا بالانتصارات العسكرية فقط يجب أن يكون بالسياسة هذا ما دفع روسيا إلى اكتراح برنامج وقرار في مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار ووحدة سوريا وعلمانيتها بالإضافة إلى أنني لا بد أن أجيب أن تركيا دائما تتبجح بأن هناك لاجئين تركيا عدد سكانها 70 مليون عندها 2 مليون لاجئ كما يعترف صديقهم في لبنان عدد سكانه مليونين وعنده مليونين لاجئ ولا يقول أن ذلك هو نوع من الابتزاز باتجاه أوروبا استعملت اللاجئين لتبتز كل أوروبا وترسلهم إلى هناك وتطلب منهم مساعدات بالإضافة لأن تركيا نحن نعرف أنها أفسدت علاقتها مع كل جيرانها هناك مذابح بحق الأرمن أثبتت تراخيا وهناك وثائق هناك مذابح بحق الأقراد ما زالت حتى الآن تقصف وتقتل بس أنت طلعت عن الموضوع أستاذ مسلم يعني مش هذا موضوع حوارنا الليل هل من مصلحة تركيا أن ترى سوريا مقسمة أو لا نعم نعم أنا أكمل تركيا انطلاقا من كل خلافتها مع كل محيطها دون استثناء ترى بذلك أن هذا منفذ وحيدا لها في الشرق الأوسط من إعادة السيطرة على مكوناته المواد الأولية والبشرية والفكر من أجل أن تنطلق به للانتشار والتوسع في دول إسلامية أخرى وخاصة في الاتحاد السوفيتي السابق لتكملة هذه الفكرة الاستعمارية العثمانية الجديدة نعم نرى أن تركيا تريد تماما السيطرة على سوريا وإذا لم تسيطر عليه فإذا ليكون هناك تقسيم وأكبر دليل على ذلك ما زالت تركيا بالوسائق التي نشرتها روسيا عبر الأمم المتحدة ترسل المقاتلين والأسلحة والمعدات والتجهيزات إلى القوى التي تعتبر إرهابية وليست معتدلة على الحدود معها وتقصف المناطق الكردية وهذه المقاتلات الكردية تحديدا الأكراد يقاتلون هم الوحيدون داعش في شمال شرق سوريا ما المبرر بأن تقصفهم تركيا وهم في أراضي سوريا ولم يعتدوا عليها هذا يدل على أن تركيا تعمل للتقسيم ما مبرر أن تتدخل لا بس التقسيم بالنسبة لتركيا يعني أوتوماتيكيا قيام دولة كردية وهذا أسوأ للكوابيس بالنسبة للأتراك ليس كذلك ما معنى أن ترفض تركيا إقامة دولة كردية في سوريا أو في العراق ما شأنها بذلك هذا دليل واضح على أنها لا تحترم لا حق تقرير الشعوب ولا تحترم حق سوريا الداخلي في تقرير ما يجري بمكونات الشعب السوري منطلاقا من ذلك نحن نقول عندما تتوقف تركيا من تدخلها في سوريا بالمساعدات لكل هذه الأشكال من المنظمات الحل في سوريا سيكون قريبا جدا وهو لمصلحة كل العرب تحديدا العرب والخليج أكثر مما هو لمصلحة سوريا طيب أستاذ باكير سأعطيك مجال للرد على الكثير من النقاط التي أثارها الأستاذ مسلم ولكن قبل ذلك أستعرض بسرعة بعض المشاركات من المشاهدين فيصل عبد الله يقول سبب تدخل روسيا في سوريا منذ البداية كان هدفه تقسيم سوريا علي بيطار يقول إيران لعبت على وطر الطائفية في سوريا لتسويق فكرة أن الفدرالية أو التقسيم هو الحل أحمد يمان يقول تركيا لن تقبل بوجود دولة فدرالية كردية على حدودها حبيب شماس يقول الفدرالية في سوريا ستحافظ على كامل ترابها وتعطي أحقية لمختلف مكوناتها في مناطقهم وتحفظ حقوقهم حسان عامر يقول الفدرالية السورية ستكون بداية لتغيير شكل المنطقة يسيد العاصي يقول قيام مشروع الفدرالية في سوريا سيكون أول موطئ قدم لإيران في المنطقة عاصم نزال يقول تركيا تريد إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا لمنع الأكراد مستقبلا من تأسيس منطقة فدرالية أخيرا أشرف سعيد يقول إيران مع الفدرالية في سوريا لأنها تحمل أسد من جهة وتخدم أجندة إيران لتقسيم المنطقة من جهة أخرى أستاذ بكير أعود إليك في الوقت المتبقي رد على الكثير من النقاط التي أثارها الأستاذ مسلم ولكن حاول أن تكون مختصرا لو سمع السيد مسلم يعرف جيدا بأن الروسيا أتت لغزو سوريا ولتقسيمها بناء على طلب الولايات المتحدة وإسرائيل وهي تنفس هذه الأجندة هي عبارة عن شرطي في المنطقة لتنفيذ المخططات الأمريكية الإسرائيلية والتقسيم لم تكن طلب يعني الروسي مئة في المئة وإنما هذه التصليحة جاءت بناء على طلب الولايات المتحدة والاثنين يعملون مشتركين مع بعض ما البعض لتقسيم المنطقة بما فيها سوريا بالنسبة لما يدعيه السيد مسلم بأننا نحن قتلنا الأرمن الأرمن التاريخ مفتوح وندعو جميع الأطراف في إزباتها هذه من قتل ومن وراء الأرمن روسيا هي التي قتلت والتي ما زالت تقتل في قربة في أرمينيا وفي المناطق للأسف الشديد بالنسبة للأكراد الأكراد نحن أخوى لنا ولنا أكثر من أربع مليون قرابة مع الأكراد والأكراد وعلاقتنا مع شمال العراق معروفة جيدا ونحن نطالب بالحقوق التي يطالبون وكما أشرت قبل قليل تكون على شكل فدرالية زي ألمانيا وليست ديكتاتورية كما يطلبها السيد مسلم لكي تكون لمصلحة روسيا تسيطر عليها وديكتاتورية كما يريدون تقسيمها نحن ضد هذا التقسيم لأنها لا تحمي حقوق الإنسان بالعكس تأتي لتظلم الناس الموجودين على هذا الأرض وخاصة بالنسبة لسوريا والدول العربية للأسف الشديد شكرا النقطة المهمة والتي عشر قواني تركيا تعارض التقسيم منذ البداية وكل التصريحات التي أتت ولليوم التصريحة التي أتى بها رئيس الوزراء في بروكسل أيضا كلها تنشد بأننا نحن ضد التقسيم وضد الظلم الروسي علما بأن الروسية تبدع بأنها تقصف الداعش ولكن كما هو واضح تحمي داعش لنأسف انتهى وقتنا أستاذ بكير شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفنا من سانت بيترزبورغ رئيس المركز الثقافي الروسي العربي الأستاذ مسلم شعيتو إلى هنا مشاهدينا ملفات غرفة الأخبار غدا مواعج جديد وملفات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة